بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية سوف نستعرض الآن إحدى الطرق التي نترجم بها من العربية إلى الإنجليزية ويقال في المثل أن نضرب عدة عصفير في حجر واحد فسوف ننظر ما هي العصفير وما هي الحجارة فننظر بهذا التمرين هذه المحاضرة أو هذا اللقاء سيكون مسجلا بمعنى آخر أن أصواتكم أو أسماءكم ستظهر فإذا كان هناك لدى أي أحد اعتراض على ذلك يمكنه أن ينسحب الآن نبدأ بإذن الله لدينا نصان اثنان فقرتان عمليا فأود أن أناقشهم الآن بداية أود أن أؤكد على شيء ضروري جدا أنه إذا كان هناك أي مداخلة أو أي تعليق فيجب أن يكون عن طريق الميغرفون مباشرة إذا سمحتم ما هي الطريقة التي أريد أن أستعرضها معكم أولا هو أن الترجمة من العربية الإنجليزية دائما ما نجد فيها مشكلات أحيانا لدى المتدربين والطلاب على العموم لدى حتى المترجمين السبب ذلك أن اللغة الإنجليزية هي ليست لغتنا الأصلية هذا واحد الشيء الأهم من ذلك بأنه يجب علينا أن نبقى على الطلاع دائم على اللغة الإنجليزية ونبقى على تماس دائم مع المتحدثين باللغة الإنجليزية لكي نكون على إلمام كامل بالاستخدامات اللغوية المتطورة منها على وجه الخصوص نستخدم الإديامس نستخدم التعبيرات الإصلاحية التي تطرأ بين يوما وآخر نستخدم العبارات الكولوكي والأيضا فلذلك لابد لنا من أن نواكب اللغة الإنجليزية ونعرف كيف يتحدثون لكي نترجم من العربية الإنجليزية إحدى الحلول التي نقترحها دائما هي الثقافة والتعلم الدائم والقراءة الدائمة لكنني هذه المرة أود أن أستعرض معكم طريقة يمكن أن نستخدمها من أجل أن نترجم من العربية إلى الإنجليزية كتمرين وفي الوقت نفسه نستعرض الثقافة الإنجليزية ونحاول أن نصل إليها عن طريق الإنترنت سوف أستعرض معكم المثال الأول أخذته على ما أذكر كان من موقع سطور.com هذا النص لا يمكن حصر فوائد العلم المادية والملموسة في بضع كلمات بسيطة ففوائد العلم لا تعد ولا تحصى فبالعلم استطاعت الدول أن تبني الكثير من الصروح العظيمة وتعلي البنيان وتزيد قيمة الإنتاج الزراعي والصناعي فبه تتطور الصناعات وتصبح متاحة للجميع وبالعلم أيضا استطاع الأطباء التخلص من أمراض كثيرة وإيجاد الشفاء التام لها وبه تحسنت حياة الناس وأصبحت مسيرة ميسرة أكثر فالسفر بين الدول والبحار والقارات كان يحتاج إلى شهور طويلة لكنه بفضل العلم أصبح يتم خلال ساعات قصيرة وذلك بفضل الاختراعات التي توصل إليه العلم في اختراع وسائل النقل الحديثة وضعنا هنا البريف البريف هو بأنه إذن هذا هو البريف الذي سمح لنا بأن نقدم ترجمة ولو كانت حرة لكن الأهم من ذلك أن نضع الطريقة التي تتبع باللغة الإنجليزية نذكركم أيضا بنظرية أنتوني بيم التي تحدثنا عنها في السابق ذكر فيها Natural Equivalence وهي أن الأصل بالإنسان أن يبحث في اللغة الأجنبية التي يترجم إليها عن الطريقة الاعتيادية الطبيعية التي يستخدمها الإنجليز في التعبير عن الكلمات فإذن كيف لي أن أحصل عليها Natural Equivalence وأنا أصلا لست ناطقا بالإنجليزية لست ناطقا بها لغة أولى فما هي الخطوة؟ الخطوة الأولى أن أترجمها حرفيا بالكامل دون أي مشكلة ولو كانت سيئة المهم حرفيا وبعد ذلك سأقول لكم ماذا سأفعل ففي البداية أنا بدأت وضعت الترجمة الحرفية هي كما يلي إذن هذه الترجمة الحرفية جداً هي Draft Translation تحتاج إلى عمل أكثر. الآن ما الذي نفعله الخطوة القادمة؟ الخطوة التالية الآن بأننا عرفنا الجمل فنأخذ كل جملة على حدة وهنا مهمتنا في القراءة والثقافة نحن قلنا أنه يجب أن نسان أن يتثقف فالذي نفعله بأننا نبحث في الإنترنت على ما أمكن من الكولوكيشنز أبحث مثلاً عن benefits of science كيف تكتب أبحث مثلاً عن الأشياء لا تعد بكلمات بسيطة cannot be counted in simple words وأريد أن أعرف أكبر عدد قد ممكن من هذه التعبيرات ثم أكون منها جملاً وبعد ذلك أحدد خياراتي فلدينا هذه الخيارات science has many benefits that cannot be told in simple words لاحظوا هذا الخيار الأول إذن لا يمكن حصرها وجدتها في الإنترنت هي told in simple words لاحظوا الثانية science's perks are hard to quantify in words perks اللي هي الأشياء الجيدة يعني فهذه وجدتها أيضاً في الإنترنت عرفت عليه كيف فإذن أبحث عنها وأضع خياراتي الثالثة it is hard to count how much science has improved our word in simple words كل هذا موجود بالإنترنت كأيديم وأنا كنت أأتي بها وأضعها في جملة فإذن جملة كلها تأنا اللي وضعتها لكن الخيارات الداخلية التي تجيرونها من اختلافات هذه وجدتها في الإنترنت science has material and tangible benefits that cannot be reduced in simple words cannot be reduced in science has tangible benefits that cannot be estimated or summed up in simple words أيضاً وجدت هذا التعبير summed up in simple words science offers tangible benefits that cannot be summed up in simple words هذه قريبة من الأولى وأخيراً science has brought us many practical and tangible benefits that go beyond simple words هذه أيضاً وجدتها that go beyond simple words إذن هذه هي الطرق وجدتها وإذا قرأنا أكثر لو وجدنا خيارات هائلة كلها هذه الخيارات كلها التي أحتفظ بها الآن تساعدني في فهم النص أكثر في الإنجليزية لكي أترجمها بطريقة تناسب التوقعات الإنجليزية الجملة الثانية ففوائد العلم لا تعد ولا تحصى هي الأولى ضمنها تقريباً ولكن دعونا نقرأها the benefits of science are innumerable هذا هي أن الترجمة التي وضعتها بالأصل science's benefits are uncountable وجدتها وأنا غريباً نسوي لي uncountable لكن هيك وجدت science has many benefits هذه طبيعية وموجودة وجدت أيضاً the advantages of science are innumerable science provides innumerable benefits to humans ووجدت أيضاً science has many benefits science has numerous benefits وجدت كثير أشياء فأنا أخذت فقط خمسة منها إذن حتى هذه اللحظة أنا أجمع الجمل عن طريق أن أجمع بعض الكولوكيشنز وأضعها بجملة وتأخذ مني الوقت للبحث هذا التمرين لأتدرب طبعاً أنا أحب أن أتدرب دائماً فهذا التمرين يأخذ معي ساعات للبحث ولكن هي طبيعة الحال أن أقرأ فلابد من أن أقرأ لكن بدل من أن أقرأ عشوائياً أأخذ نص وأقرأ بما يوجهني هذا النص فبالعلم استطاعت الدول أن تبني الكثير من الصروح العظيمة وتعلي البنيان وتزيد قيمة الإنتاج الزراعي والصناعي لاحظوا أنني هنا انتبهت إلى وجود كلمات كثيرة من بينها erect للbuildings بحكوها erect buildings مع العلمين وعلى فكرة أنا كتبت countries فطلعت لي بالإنترنت nations هاي أنا بعرفها ولكن ما خطرت بالي nations were able to erect huge buildings انتبهت لأنه huge buildings المباني الكبيرة طلعت huge buildings increase agriculture and improve industrial products الخيار الثاني with science countries built lots of grand edifices tall buildings tall buildings وجدتها and boosted agricultural and industrial production لاحظوا الآن بلشت بدأت الصورة تقترب لي وبدأت أكثر قرباً لها من هذه الخيارات boosted agricultural and industrial production science helped countries build huge edifices and increase agricultural and industrial production رقم أربعة science has enabled the development of many great edifices tall buildings and increase agricultural and industrial output إذن صار في عندي خيارات كثيرة ممكن أأخذ منها حتى تكون الترجمة صحيحة هناك بعض الأخطاء المطبعية التي سوف أصلحها في نهاية هذا العرض فبه يعني بالعلم تتطور الصناعات وتصبح متاحة للجميع with science industries are developed to benefit everyone science unlocks industries for everyone لم أبحث كثيراً لأن الوقت تداركني فأحببت أن أنتقل إلى الجمل الأخيرة وبعلم أيضاً استطاع الأطباء التخلص من أمراض كثيرة وإيجاد الشفاء التام لها هنا وجدت ستة بدائل with science on our side doctors succeeded in curing us of many diseases الثانية science has enabled doctors to cure numerous diseases and help us recover with scientific discoveries and help us recover with scientific discoveries doctors have been able to manage disease and find the cures until full recovery سوف أصلح كل الأخطاء المطبعية بعد قليل إن شاء الله science has been useful for physicians allowing them to find the cures for man diseases and bring patients back to full health لاحظوا هاي التركيبة وبالعلم تحسنت حياة الناس وأصبحت ميسرة الأكثر وجدت أيضاً في الأبحاث science has made people's life better and easier science has improved our lives with science people lead better and easier lives people's lives now are made better and easier because of science science has improved the lives of individuals improving the quality of life in the process science has contributed to making people's life better and it has helped ease the way that people live فالسفر بين الدول والبحار والقارات كان يحتاج لشهور طويلة لكنه بفضل العلم أصبح يتم خلال ساعات قصيرة أيضاً بحثنا فيها it used to take months to cross countries seas and continents على فكرة وجدت أيضاً بدل seas oceans but now you can do it in a few hours traveling across countries seas and continents used to take months now it takes a few hours أيضاً هناك خطأ بالcopy-paste أنا متأسف منه يبدو أنه لازم أراجعه مرة تانية يعني عيني لم تنتبه لهذه الأخطاء traveling between countries seas and continents took months but science has made it possible within hours لاحظوا هذا التركيب النهائي كيف كان شكله travel across countries seas and continents used to take months but now it happens in a few hours thanks to science وذلك بفضل الاختراعات التي توصل إليها العلم في اختراع وسائل النقل الحديثة أيضاً هذه البدائل لدينا ثمان بدائل this is because of science in modern transportation the inventions of modern transportation can be attributed to science science has made all this possible it is in large part due to the inventions made by science in the modern era of transportation هذا كله أنا أسميه patching أنك تاخد من عدة أماكن وتضعها في الترجمة أنا اللي عملت بدل ما أعمل patching مباشر الذي فعلته هو أنني جماعت أكبر قدر ممكن من الذخيرة اللغوية لحتى أدر أعمل الترجمة science has contributed to transportation in modern times thanks to the inventions it has provided it is because modern transport has been made possible a result of inventions produced by science inventions we can thank science for this as it has led to the creation of modern day transportation it is thanks to the inventions created by science that has led to advancements in the transportation industry worldwide إذن قبل أن ننتقل للترجمة التي وضعتها كاقتراح والتي يمكن لكم أيضا أن تعملوا ترجمات أخرى على ضوئها أنا يجب علي الآن هذا خطأ كان المفروض أن أنتبه إليها لا أعرف قرأتها لكن لم أنتبه إلى الأخطاء المطبعية سأعود الآن من أجل أن أصلح كل الأخطاء science is facts are hard to quantify in words إذن هذه التخيرة اللغوية الآن جمعتها قد تجمعونها أنتم بطرق أخرى طبعا هذا الشيء طبيعي يعني فلذلك ستحدث أكثر من ترجمة واحدة وأكثر من طريقة ولا تنسوا أن البريف الذي وضعناه هنا بالأصل أنه يسمح لنا في الترجمة الحرة إلى حد ما من أجل أن نوافي بتوقعات الكاتب الأصلي نعم الآن أنا أعمل على تصحيح الأخطاء المطبعية التي كانت موجودة هنا فإذا كان لديكم أي سؤال يمكنكم الآن عند استخدام المايكروفون ترحي السؤال رثما أنتهي من تصحيح هذه الكلام لكي لا أضع أيضا وقتكم أترك الآن المجال للسؤال كل من يريد أن يسأل رجاء برفع المايكروفون يمكنك أن تتحدث بالعربية أو بالإنجليزية ورجاء أن يكون السؤال مباشرا إذا سمحتون مساء الخير دكتور مساء الخير طروب أهلا وسهلا يعني هاي الطريقة بتستخدمها لكل الترجمات ولا certain ترجمات كل الترجمات لها راقة من العربية إلى الإنجليزية الترجمة العامة عمليا أو الترجمة المتقدمة التي تحتاج إلى تعابير الإنجليزية صحيحة فهذه الطريقة دائما نستخدمها لكن أنا أود أن أذكر بعض قليل سأذكر إن شاء الله أن الترجمة في النهاية ستكون مختلفة عن كل الذي ذكرنا لأنني في الواقع أخذ أشياء من هنا وأشياء من هناك فتخرج الترجمة مختلفة يعني بالتسمي باتشينج باتشينج بالضبط لكن الباتشينج يكون أسرع الباتشينج عادة بيكون أسرع من هذه الطريقة إنما هذا التمرين للقراءة أنا أعمله كل فترة كتمرين لأنني أريد أن يعني يعني أحب أن أكون أمارس الترجمة نعم بالضبط شكرا هل هناك أي سؤال ما زالت؟ هل الفكرة واضحة بالمناسبة أم أنه شيء جديد مبتدع؟ ممكن أشارك بك؟ تفضلي السلام عليكم بداية وعليكم السلام ورحة الله وبركاته الطريقة كثير يعني العرض جيد جدا يعني كأنا بتعلم بهذه الطريقة حلو بس ما فهمت أنا ليه بالبداية كانت فيه داعي للترجمة الحرفية مدام أنا أخذ جملة جملة وعندي بدائل وهلأ بدي أرتبهم ليه أعملت الترجمة الحرفية؟ إذا سؤالك أنه لماذا بدأت في الترجمة الحرفية إذا كنت في الأصل أنا لن أترجم حرفي هذا هو سؤالك الإجابة التي أقول لك هو أول شيء هي هذه طريقتي أنا باستخدمها بنفسي يعني أنا ما أفعله الآن أنا لا أريد أن أقول هذه الطريقة اتبعوها وهي الصحيحة إنما أقول لكم هذا ما أفعله يعني أنا فلسفتي في التدريب أنني أعرض للناس ما أفعل عرفتها عليك؟ هذه النقطة النقطة الثانية لك أقول لك لماذا أفعل ذلك لنفسي لأنني أحب أن أنطلق من شيء عرفتها عليك؟ فأضع الترجمة الحرفية لكي أدرك مشاكلها لكي أنطلق من شيء أنا أريد شيء أن أنطلق منه فأضعت الترجمة الحرفية كما هي ترجمة حرفية عادية الآن عندما أبحث على الخيارات أستطيع أن أقارن وأستطيع أن أقارن ما كان في ترجمة السابقة وأقول لا هنا أنا ترجمة كانت سيئة فعلا هنا لا ترجمة كانت أفضل عرفتها عليك؟ وهو فعلا يعني خلي عنا نحنا بتحفز العقل على المقارنة أيوه والشغل وأنه في بدائل عقليا أنت بسيب تستوعب أنه فيه فرق كبير ما بين هذا الحرف وما بين هذا الصحيح نعم صحيح نعم صحيح وهذا أنا ممكن أسألك أنت كيف بترجمي عادة بالعربي الإنجليزي لا ما بعملش حرفي بس أنه يعني أنا ممكن بأخذ الجملة بفكر فيها ببكتبها بتطلع الجملة اللي بعدها بس فيه بتظل عندي دائما مشكلة بين الربط الربط الجمل ربط الجملة هاي باللي بعدها هي طريقة الصياغة كوهيجن بسموه كوهيجن كوهيرنس هذا في التمرين الثاني اشتغلنا عليه لأنه وجدنا أنه من الحاجة اللي كوهيجن فعملناها أو بالتمرين السابق ممكن كان في عنا تمرين سابق عملنا عليه أنه بسمعت أكتر من ذكرته صحيح لكن أنا عندي يعني هي شوي أحيانا الربط ما بين الصياغة بين الجملة اللي قبلها والبعدها يعني لسه مش كتير مكتمل بس الحلو للطريقة هاي بتخليني أستوعب قديش أنا ممكن تقدمت في الترجمة لما بشوف الحرفي وبشوف هاد لا بقول والله أنا عندي ذخيرة كتير يعني أنا بقدر أعمل زي هي كان وبتشجعني كمترجم أني أترجم أحفظت 100% أكيد وعلى فكرة أنا مرة تبعت هذه الطريقة حتى وضعت ترجمة جوجل يعني ليس من الضروري أن تضعي ترجمتك هو الأفضل تضعي ترجمتك الحرفي أكيد لكن إذا وضعت ترجمة جوجل كانطلاق بهذه الطريقة لا مشكلة شريطة أنك لن تأخذي ترجمة جوجل أنت تضعيها فقط لتنطلقي منها تقرأيها وكلها أغلاط ما اختلفنا كلها صح ما اختلفنا فتبحثي في الانترنت فتقارني مع شيء يعني المهم مثل ما تفضلتي أنا أكتبس كلامك أن تعززي أسلوب المقارنة يعني أنت قلت المقارنة وهي شيء صحيح بالضبط يعني أنه لا بد بلا المقارنة نعم حالو كتير أعطيك العافية دكتور إذن أنت عندك مشكلة قلت في الكوهيجن أو بالكوهيرنس يعني ربط الجمل بين الجمل الأول والثاني مثلا آه هلأ كيبنا يعني بعدما حطيت هاي البدائل وبدي أختار هاي البدائل الآن كيبنا نختار هذا هو بيت القصيد هذه هي المصيبة الكبرى يعني طبعا هنا دور المترجم الآن الآن أنا أخذت كل الخيارات حطيتها في بالي الآن أنا أتحكم بها سوف أنظر الآن ولكن أولا أريد أن أصحح هذه الأخطاء الكارثية التي وقعت بها بالتايبينج هو جدليا واحد لما بقرأ بحس أنه فعلا هنا في نقص يعني حرف ناقص كلمة ناقصها يعني على جهدي أنا وتعبي يعني فبيكون بالنهاية مميز الشغل سبحان الله نعم صحيح أحسنتي كلامك صحيح ولكن أنا أقول لكي نحن لسنا في عالم مثالي تماما يعني المترجمون يخجلون أن يقولوا لك ذلك يخجلون أن يقولوا أنهم يستخدموا جوجل كل الناس يستخدم جوجل أكبر مترجم في الدنيا يستخدم جوجل ما أعتقد أنه في حدا لا يستخدم ولكن الناس تستحي تقول لكي كلنا نستخدم جوجل لكن ماذا يساعدنا بأشياء بسيطة يعني مثلا إذا ما كان لديكي على سبيل مثال لديكي قائمة والقائمة هي كليات عبارة عن فقط أسماء الأبنية أسماء مدن أعذب حالي لا أحطها على جوجل بيعطينيها ترجمة جهازة فقط أتأكد أنه عدم وجود أخطاء لأسماء المدن أحيانا أضع فقرة كاملة فقط من أجل أن أعرف كلمات معينة أو collocations معينة أبحث عنها ممكن لكن طبعا مثل ما أتفضلت يعني أن أخذ ترجمة جوجل كاملة فهذا الموضوع يعني يتطلب ما هي أخلاقيات المهنة نحن حدث معي ذات مرة أنه عميل تتصل فيني وأعطاني شغل فوضعته على ذاكرة الترجمة الميموكيو والذاكرة الموجودة في الإنترنت أصلا هي فوجدت نسبة تطابق 99% فماذا فعلت؟ أرسلت له قلت له اسمع أنا أكون صريح معك لن أتعب في هذه الترجمة أنا أخيرك بين خيرين تحب أن أترجم أنا سأخذ وقت وسأتجهد وتتفع من المال المتفق عليه لكن إذا أرد أن أعرض عليك أن أستخدم الذاكرة الموجودة في الإنترنت هي نفسها تطابق 99% لأنه برامج محاسبية وأشياء من هذا النوع ولكنني في هذه الحالة قلت لن أخذ منك المبلغ كامل سأخذ منك جزءا بسيطا من المبلغ لأني لن أتعب فأنا المبلغ الذي يدفعه العميل يعني يدفعه لي من أجل شيء ولكن لن أفعله فبذلك قلت له أفعل لك ذلك مقابل أن أجر بسيط ففرح لي الفكرة ووافق عليها قال افعل ما تشاء وهذا ما حدث يعني هذا أنت أهنست دكتور في ناس تسقط يعني عن الموضوع ما أفتح هي تسقط وبالآخر بيقول لك هاي ترجمتي وليس ترجمة جوجل نشوف الترجمة النهائية التي طلعت معنا هذا الآن انتبهت أنه كان في شغلة مفروض أكتبها ولكن مش مشكلة الترجمة الآن science has so many benefits that we can all feel شوفي يا عفوا اسمك معرفت أي مين الحدات معي قبل شوي نهاد يا نهاد أهلا وسهلا فيك وشكرا على تعليقاتك دائما بتابعك على اليوتيوب شكرا إلا الله يبارك فيك يا نهاد نهاد أنت مترجمة مضبوط أنا في اليوتيوب بترجمة على قدي يعني يعني متفاملين على خير إن شاء الله إن شاء الله طيب يعني هات science has so many benefits that we can all feel هاي من عندي خطرت عمالين وأنا بدي أحطها هاي أجت من عندي يعني أنا بعد ما هذا ما حدث معي يعني بعد ما أنا نظرت في الفقرات الأولى والثانية وطلعت للبدائل وكل شي الآن فكرت فيها فطلعت معي هيك طلعت معي that we can all feel that we can all feel that we can all feel and it is hard to put it all in words بقى هذا من عندك من عندي من عندي من عندي هيك بصير هاي هي طبعا إحنا بنا نشكر آلاء أحمد معنا آلاء مضبوط هي آلاء هي اللي عرفتنا على نهاد نعم نعم مضبوط فألا يعني شبرا إليك كما أستاذ أشرف أول ما سألني أقول لي أنت تعرفي دكتور محمد اللي من عندك من الأردن أقول له لأ ما بعرفه لأسف يلا بسيطة خير إن شاء الله إن شاء الله الحمد لما science has advanced to the extent that it made several countries able to erect large edifices and tall buildings as well as greatly increase their agricultural production الإندسري خليتها لبعدين leaving the door open to a variety of industry previously unattainable هذا يا نهاد من عندي هذا من سميها الترجمة التفسيرية إنه نحنا نفهم الغرض من الكلام نفهم البعد الأساسي هل لما يقول هيك فكرت لما يقول إنه they are now available معناها ما كانوا available من قبل هذا برجعنا للبريف اللي أنا حطيته البريف الافتراضي حطيته إنه أنت بسمح لك أن تنظري في النص وتشغلي عقلك وتحللي وتستخدمي اجتهادك لماذا؟ لأن المترجم يصنع النص المترجم يصنع المعنى فالمعنى غير موجود بالنص المعنى غير موجود بالنص وغير موجود في عقل القارئ الموجود الآن عند المترجم والمترجم شائم أبا سيقدم نصا مختلفا عن القصد الأساسي لدى الكاتب إلى حد ما فنحاول قدر إمكان أن نلتزم يا وليد الكاتب لكن هنا أنا أشغل أشغل إيش؟ أقلي وأشغل إجتهاد إذن ما كان ممكن يحصل عليها لولا العلم خليتها اللي أخذتها من الباتشينج هاي أنا المصطلح بتعرفي شو السبب لأنه نحنا في الترجمة الطبية لما كنت أترجم الأطباء وغيرهم كان دائما تحكو to manage the case to manage the disease to manage the situation to handle the disease فتذكرت هدون هون هلا بعد هذا التمرين اللي عملتي هذا اللي بصير معين وبحاول أذكر الأشياء اللي كانت خاطرة على بالي من قبل فكله بدخل مع بعض هيك discover the cures for illnesses and restore patients to full health thanks to science the lies of people and their mobility have significantly improved mobility هاي أنا أخذت أيضا من تذكرت أنه لم يحكوا على الناس كيف الموبility والحركة والأخري وعلقتي بذهني من زمان فكتبتها traveling across countries through seas and across continents هون حبيت أنوع لأنه عندي شغلة بسموها موج البحر بحب أكون مثل موج البحر parallel structure through seas and across continents عرفتي واحد بطلع وينزل intonation tone بطلع وينزل that used to take month has now been reduced to a few hours and the large part of this is due to the advances made by science in the modern era of transportation هيك الترجمة طلعت بعد كل هذا الحكي اللي عملنا هذا تمرين وأنا بحكي عن خبرتي هذا اللي أنا بعمل إذن استطر can I ask this is ok فضل تتروا أهلا وسأل آه طبعا سعي ليش آخر حطي السطر حطت due to the advances ليش مش development لأنه بال بالعلوم بحكوا كتير advances أنا بسمعها أو advancements السبب ذلك إنه هي مور اكاديميك بتصير الـ advancements هون بتصير مور اكاديميك عرفتها علي كيف وهذا هو الجواب الأول بس الجواب الأهم من ذلك أنه هذا اللي خطر ببالي يعني أنا في تورقائي يعني كان أنا حطيت ما في مشكلة هلأ مهم أنا عم بعرض عليكم الخطوات اللي أنا مشيت فيها وهذا اللي طلع معي لأنه لذلك طروب ويقول لك It is very personal Translation is very personal It is you Yes, yes, you are right It is you أنا هلأ ما في مجال أنه يعني لو بنا نكتب هذا الكلام كله كل واحد رح يأخذ طريقة مختلفة هاي من عندي من أعماقي يعني من داخلي فلذلك أنا أشعر بإني أمتلك هاي الترجمة أنا أشعر بإني أمتلك إذا سألني العميل عن أي شيء بعرف أجاوب وليش حطيت الكلمة هون وليش حطيت كذا وبعرف ليش غلطت الغلطة الفلانية ولم أراجعها بعرف كيف أراجعها In the modern era of transportation إذا بتذكري طروب حكينا عنها في الماضي في اللقاءات السابقة حكينا بتذكري طريقة long وال short Yes, yes long short هاي عملتها long هاي هون أنا عملتها إيش عملتها formal advances formal رفعتها بمكان آخر ممكن تعمليها مثلا all feel we can all feel هذا informal فأنا هاي موج البحران اللي بتتبعه مرة فوق مرة تحت لاحظي أخدت من الباتشين أخدت من الباتشين with science on our side this is very informal يعني مش كتير it is informal and restore patients to full health شوي أكاديميك بتصير فمرة بطلع مرة بنزل هذا هيك اللي أنا بعمله يعني ما بعرف إذا أنتو بتعملوا أشياء تانية أكيد رح تطلع صح لكن هاي الخطوات اللي أنا بعملها It's just a comment يعني دكتور مو عن إيشي لا لا هلأ هلأ هو الكومنت اللي أنت حكيتي كتير كويس لأنه كتير منيح نك حكيتي هذا الكومنت لسبب لأنه هذا الفيديو مو كل الناس شاهدت الفيديوهات القديمة فكويس نك أنت أثرت هاي النقطة حتى نثبتها فأنا شاكر إليك بالعكس تماما إذا هذا هو السبب إنه لو حدا فيكم سأل إنه ليش ما نحط هاي الكلمة أو كلمة كده بالعكس يعني يعني هو إحنا ما في مشكلة المهم النتيجة تطلع عم نحكي هيك الخطوات اللي أنا عملتها قبل ما أنتقل للتمرين الثاني أنا حاب أسمع منكم بتحبوا تسألوا أي شيء أو تحكوا أي شيء أنا ممكن أعلق شيء كتير تفضلي يعني أنت قلت التنوع يعني مثلا ممكن أحط هيك عبارة خلنا أقول formal ويشي informal هذا بيشو بيعطي بيعطي ثرق للمص أكتر ولا لما أنا بخلي كله يعني قوي خلي كل الكلمات هيك قوية يعني بيكون صعب ولا مقبول رح أجاوبك على سؤالك رح أجاوبك على سؤالك بالثلاث نقاط النقطة الأولى كل مترجم حر بما يفعل هاي قاعدة أساسية افعل ما تشاء ما حدا له علاقة عندك نهائيا اللي بدك تعرفيه بأنه كل إنسان له قدراته يعني فأنت ممكن تطلع معاك كله أكاديمي كله formal هذا هيك خلص هذا أدائك يعني بس الإنسان بتطور لكن هاي العملية اللي أنا بعملها تضمن لك ديمومة التطور بتصير أنت أدائك تطور شوي شوي عرفت عليك هذه الإجابة الأولى الإجابة الثانية الإجابة الثانية عادة نخريجي الترجمة أول ما يتخرجوا في الجابعة بيكون أتقن الترجمة وبيكون أتقن اللغة الإنجليزية ما عنده أخطاء قواعدية من الطبيعي جدا أنه لما يترجم في البداية في بداية ترجمته كل كلامه بيكون قوي لأنه بيطلع بالقاموس فيبحث عن أصعب كلمة وبيضعها لأنه لا يعرف يظن بأنه كل شيء يحتاج إلى لغة قوية هذا عامل نفسي لأن الإنسان لأن الإنسان على العموم هناك عدة أشياء لا يحبها في حياته الإنسان أو ثلاث أشياء لا يحب صوته لا يحب صورته لا الصوت ولا الصورة ولا الخط وأنا أضيف إليها الترجمة لا يحب مهما كانت ترجمتك رائعة تنظرين إليها تقولين هذه ترجمة رديئة بينما غيرك يقولون ترجمة ممتازة فيشعر الإنسان برغبة بتصعيب الكلام وذكر كلام كبير وإلى آخره من أجل أن نتغلب على هذه المشكلة هي ليست مشكلة هو شيء طبيعي ولكن من أجل أن تتحسن الأداء أنا أنصح بهذه الطريقة التي أتبعها لأنها تساعد وعلى فكرة تكلف وقتا كثيرا بالبحث يعني البحث متعب لتجد هذه البدائل متعب مهلك لكن أنا هذه الطريقة التي أجدها حاليا من أجل أن أطور أدائي أتعلم كل يوم شيء جديد فأحاول أن أركب بهذه الباتشنج في النهاية إلى أن تكون الترجمة مقبولة وجاهزة عرفت عليك فهذه القضية الأساسية لحظة أيضا تذهبي إلى الويكيبيديا مثلا أنا هذا ما أفعله أحيانا أذهبي إلى الويكيبيديا فأجد تعبيرات معينة أخذها وأضعها مباشرة ولو كانت جمل أحيانا ممكن تكون إذا كانت نفسها طبعا ولا أريد أن أتصرف كثيرا بأن أخرج على النص نهائيا فهذه هي القضية لكن هناك الإجابة الأخيرة التي أريد أن نبهك عليها بأن هذا الكلام الذي سألتني عليه طروب والذي حتحدث فيه معها هو هذا نحن ناقشنا في حاقات تدريبية السابقة من زمن بعيد واتفقنا عليه في مجموعة خاصة على قضية أنه الفورمل والإنفورمل والشورت واللونغ واتفقنا على مفهومها عمليا كل واحد فينا يستخدمها بطريقة خاصة لكن اتفقنا على أنه ممكن نستخدم أربع أساليب في الكتابة وأنا عرضت وقتها وما زلت أعرض أنه الشيء اللي أنا أقترحه أن يكون مثل موج البحر مرة يكون إنفورمل مرة يكون فورمل ولكن إذا كان كله فورمل أو كان كله إنفورمل مدام الترجمة الصحيحة لا يمكن لأحد أن يقول أنها ترجمة غير صحيحة تعتمد في النهاية على العميل وعلى ما يريد نعم هاي طيب هل يوجد الله يسلمك هل يوجد أي سؤال قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية؟ يسعد مساك أهلا وسهلا بيك معك أماني أهلا يا أماني أهلا أهلا لي أمدي أسأل حضرتك هلأ لو إنت ممكن نعتبر أنه الإضافة اللي أنا بضيفها من عندي تعتبر شيء غلط على الترجمة أو لا يصح أنه أنا أضيفها التكست لكي تعرفي بالضبط تحتاجي إلى trial and error تحتاجي دائما إلى trial and error وfeedback فتحتاجي وحدث معي فعلا كنت في إحدى المرات أتكلم بهذا الشيء وتحدثنا وعملنا وإلى آخره فعطينا التمرين للترجمة فجاءتني إحدى الترجمات أنه عبارة عن قوتيشنز كانت من الويكيبيدا قوتيشنز من الإنكارتة وكلام ما له علاقة نهائيا بالنص فأقلت لها أهلا هون رتبكت قلت لهم هالي أنا ما كنت واضح كتير هو المفروض يكون فيه ترجمة تحررية لكن ليست أنه نبعد عن النص كتير حرام يعني ما بيجوز كمان لكي تعرفي أنك لم تبعد كثير عن النص تحتاجين إلى أول شيء تماس مع العميل العميل يخبرك بالضبط ماذا يريد إن لم يكن هو يعرف ماذا يريد فتحتاجي مئة بالمئة إلى feedback من شخص آخر تحتاجي إلى feedback في تدريبك في عملك أماني أنت مترجمة صح؟ صحيح نعم إذن عندما تترجم أي فقرة أي شيء أي صفحة أي كتاب أو أي شيء من هذا القبيل يجب وهذا ما أنصح به دائما يجب أن تجتمع أنت ومترجمين آخرين كل واحد فيكم يعرض فقرة يقول أنا ترجمتها بكذا ما رأيكم فبيكون فيه نقاش عام لحتى تقدري توصل للنتيجة أعرفت عليه كيف؟ إذا أردت أن تدرسي لنفسك كتعلم ذاتي أيضا يمكنك ذلك كيف؟ إذا نحن نتحدث عن ترجمة من العربي إلى الإنجليزية من العربي إلى الإنجليزية الأصل في الأمور أن تكون ترجمة حرة يا أماني أعفوا أن ترجمة حرفية أنا أسف ترجمة الأصل أن تكون ترجمة حرفية اعمل ترجمة حرفية في الأول وبعد ذلك نفس الترجمة الحرفية التي عملتها حاول أن تتأكدي من سلامة تركيبها باللغة الإنجليزية فإذا وجدت أنه في تركيب غير مستخدمة باللغة الإنجليزية حدديها لتتغير عرفت عليه كيف؟ فلابد من النقاش ولابد أيضا فيما بعد بعد حتى على مستوى الجملة أن تنظري في الـ Context وتنظري في الـ Cohesion والـ Coherence لأننا هذه نقطة مهمة عندما ننتقل من جملة إلى جملة نحتاج إلى Smooth Transition نحتاج إلى Smooth Transition Smooth Transition هذا أهم شيء في الترجمة وإلا ستكون ترجمة غير صحيحة حتى لو استخدمت ترجمة الحرة حتى لو استخدمت ترجمة الحرفية فإذا خلاص الأمر الإجابي على سؤالك تحتاج إلى Trial and Error and Reflection Trial, Error, Reflection, Feedback, Reflection كله يجب أن يكون هناك زميل لك في الترجمة يمكن أن يعطيك رأيه في الترجمة التي تقدمها هل عندك مشاكل في الترجمة الحرفية أو الحرة؟ لا، بس أنه أحيانا بحس أنه ممكن واحد يحس حال أنه تجاوز المرحلة بس لازم مضطر أنه هو يشرح يعني فيه كتير كريمات مثلاً برقية من الإنجليش للعربي ما فيه إكوفيننت إلها فمضطر أنه أنا أعيد التعبير أو أكرر الكلمة مرة تانية بأسلوب تاني حتى توضح للقارئ ربما أماني أن تتحدثين عن الإنجليزية إلى العربية بالترجمة من الإنجليزية إلى العربية هناك منهجان الأول هو ما يسمى Localization أو Domestication أن تبحث على شيء موجود باللغة العربية فإن لم تجدي هناك Foreignization أو هناك Hermonotic Translation الترجمة التأويلية هذا من الإنجليزية إلى العربية يختلف العربية الإنجليزية تختلف عن الإنجليزية العربية كمهارات في الترجمة فعندما تترجمي من الإنجليزية إلى العربية نعم صحيح هناك كلمات كثيرة لا يوجد لديها مطابق أو مكافئ باللغة العربية ويجب أن تحتالي عليها قد تحتاج إلى الكلمة تصبح كلمتين أو ثلاثة وقد تحتاج أحياناً لل Foreignization تتركيها بأقرب ما يمكن للعربية على أمل أن يفهمها صاحب العمل هذا ما أعتقد إلا إذا كان عندك ما الحلول التي تستخدميها أنت أماني؟ أحياناً بضطر بصراحة أنه أضيفها للآخر أنه نظام شرح يعني توضيح أكتر ما أنه هو بس أنه إضافة كلمة أخرى يعني مثلاً بتعطيك أقرب مثال اليوم لسا كنت قال Main streaming inclusion هدول لا مصطلحات هدول مصطلحات ذات صحيح مصطلحات عنا اختلاف فيها لأنه أنا بشتغل في برامج إنسانية فعننا اختلاف ما بين الإدراج وما بين الإدماج يعني حتى نفس الناس اللي بتشتغل فيهم فبالطر أنه أنت تقعد تشرح وتوضح حتى يصل للمعنى الصحيح للشخص المقابل لاستي منزمة بالنسبة لـ Main streaming وبالنسبة لـ Inclusion لاستي منزمة بالجندر مضبوط؟ لا أنا غلطان؟ ولا disability نعم تشتغلي مع disability نعم من ناحية الجندر أولا نبحث عن الجندر من ناحية الجندر يجب الالتزام بمصطلحات الجندر اللي هي موجودة بموقع الأمم المتحدة للمصطلحات UN term يجب أن تلتزمي بهذا المصطلحات ممنوع تغيري فيها سبب ذلك لأن كل الأدبيات تنطبق عليها كل الأدبيات تمشي عليها فلا نستطيع أنه غير Main streaming على ما أذكر كانت هي التعميم أما الـ Inclusion فهي الإدماج مثل ما تفضلتي أو الإدماج أو إلها مصطلح بالجندر أنا مر علي الدامج أو المراعي للجنسين بيسموها شيء من هذا القبيل لست متأكداً يعني لأنني أنساها دايماً هي صعبة صراحة أما من ناحية disability فهنا لدينا إشكالي disability كان عندهم مصطلحاتهم الخاصة بهم فاخترعوا مصطلح لا أعرف لماذا اللي هو Main streaming سموه الضم على المسار العام هيك فحكوا مر معاك هذا المصطلح لا بصراحة أول مرة أسمعه بس هو المين ستريمينغ هو الإنكلوجين أقوى من المين ستريمينغ يعني المين ستريمينغ يعني المين ستريمينغ بنترجمه إحنا هون أنا بحكي عنك بحكي مع حضرتك من فلسطين بنترجمه الشمولية مين ستريمينغ اللي هي بسموها التعميم ما بعرف أنتوا عندكم بفلسطين شو بتسموها أنه هي الشمولية لكن أوضح لكي الفكرة المين ستريمينغ المقصود فيها أن تطلب إلى جميع الوزارات تعالوا أيها الوزارات كل ياتكم تكم تعملوا بالنسبة للدسابلتي فكل وزارة في سياستها يجب أن تضع الدسابلتي إذا بدون يعملوا مدرسة لازم يعملوا أماكن خاصة للدسابلتي تبع الرياضة لازم يعملوا نفس الشيء تبع الصحة لازم يعملوا نفس الشيء هذا هو المين ستريمينغ أنا أرى بالنسبة إليك إذا بتحبي يو إنتام اللي هو قاعدة مصطلحات الأمم هو اللي استخدميه وريحي حالك من الموضوع هذه المصطلحات ثابتة ومستخدمة بكل المنظمات الدولية ورح تتعب كتير لأنه المشكلة يا أماني هي المشكلة الأساسية عندنا أنا كذا استخدمت المصطلحة اليوم وغدا سيأتيك كتاب آخر فيه المصطلح تنظرين تقولي هذا لا يمكن أن ينفع معه الترجمة تطورطين فتكون أنت مسؤولة عن المصطلحة الأول ولا تستطيعين الانسحاب ولا تستطيعين التقدم فستطر إلى الاعتذار تقولهم أنا آسفة أنا أخطأت أنا عملت مشكلة وأسامحوني وهذا أنت قولي هذا الأمم المتحدة هكذا قالت أنا أتبع ولا أتدخل مصطلح ثابت عندهم عندك الموقع بتعرفي آه أكيد آه هو هذا بس ابحثي عنه وخلص شكرا كتير لحضرتك أهلا وسهلا بيكي الآن نرجع إلى النص الثاني إن شاء الله ما يكون في أخطأ مطبعية في هذا النص النص الثاني هو ضربة الحر اللي هي هيت ستروك بسموها ضربة الشمس اللي هي ساند ستروك هذا الفقرة أخذها من موقع موضوع هناك إشكالية تقريقني صراحة أنه أنا أبحث عن يعني المقالات وحاول قدر لإمكانه نبحث مقالة يعني أشعر بأنها أصلية مكتوبة بالعربي لأنه أفاجأ عندت مرة أخذ مقالات أتفاجأ أنه في بعضها مترجمة للإنجليزي بعد ما أكون اشتغلت وتعبت بيكون في الأصل هو بالإنجليزي يعني مشكلة بتكون حاولت لأنه هذا ما علي مراجع ضربة الحر أو ضربة الشمس عبارة عن عرض صحي خطير ينتج بفعل التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة من الزمن أو القيام بنشاط ووظيفة جسمانية في جو شديد الحرارة ويعد الشخص مصابا بضربة الشمس إذا زادت درجة حرارته بنسبة 40% عن المعدل الطبيعي ومع أن جسم الإنسان لديه مجموعة من الطرق الأساليب لخفض درجة حرارة جسمه يفشل في ذلك عندما يصاب بضربة الشمس مما يؤدي إلى استمرار درجة حرارته في الارتفاع أو ثباتها أو عدم انخفاضها لذلك أنصح بأخذ الطرق الوقائية لتفادي الإصابة بضربة الشمس خاصة في فصل الصيفي التي سنذكرها في هذا المقال على فكرة وأنا عم بقرأ الآن انتبهت أني لم أترجم كلمة ثبات أنا ترجمت أنه استمرارها بالارتفاع ولكن ما ترجم الثبات مش قضية كبيرة يعني مش هالخطأ الكبير مرضا أخرى الترجمة الحرفية لاحظة ترجمة حرفية الحارفية which results in a steady increase in the temperature for that reason it is advisable that we follow precautions to avoid sun heat particularly in the summer as i am explaining in this article نغير بس الأخطاء فيه عندنا خطائين مطبعين والله أنا صلحته لكن خلص لا بس نصلح هلا أنا مش عارف ليش مع أنه هو فيه Proof Reading بالExplorer بس ما بعرف اوكي الآن ناخد النقاط اللي نعملناها هذه المرة أنا مشان السرعة لأنه الوقت كتير عم بياخد وقت الموضوع وضعت خلص الإنجليزي ووضعت معه العربي الجملة الإنجليزي الأولى إنه الآن هاي البدائل اللي وجدتها وهي ليست بدائل كاملة لأنه البحث يعني لم أتمكن كثيرا من البحث لأسباب الوقت هاي ترجمة أخرى موجودة 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 حتى ثلاثة هنا الثالثة الج務لة الثانية عندي تلات بدائل although the human body has several ways to handle مش to get rid to handle or to get rid مش نيناتهم مع بعض get rid of excessive heat it fails to do so when it suffers from some stroke although the human body has many ways to adjust to excessive heat it is often unable to do so when it experiences some stroke even though the human body has several ways of fighting excessive heat it cannot do so once it has been hit by an excessively hot sun اللي بعدها this results in a steady rise in temperature steady هي تعني إنو برتفع ما بنزل steady برتفع ما بنزل this causes the temperature to go up هذه وجتها informal ما حكا steadyلي حكا go up as a result the temperature begins to rise steadily هاي موجودة الجملة التي تتليها طلعت معي الخيارات التالية because of that we should take precautions to avoid sunlight especially in the summer as i explained in this article for that reason it is wise to follow precautions موجودة بالإنترنت to protect ourselves from the sun especially in the summer as i explained in this article thus precautions should be taken to avoid sun heat especially in summer as i explained in this article therefore it is important that we follow some precautionary measures هاي اللي هي long بتصير مش short to avoid sun heat especially during the summer as i will explain in this article الترجمة ما طلعت معنا الآن بالطريقة التالية هاي كمان بحطت عنها لقيتها on an extremely hot day نرجع لموضوع التفسير اللي حكينا عنه هلأ ضربت الشمس امت بتصير؟ بنهار ولا بالليل؟ أكيد بنهار on an extremely hot day نهي مشان هيك day نهار مفيش داعي نحكي صن نهار on an extremely hot day it happens when the temperature of the body is more than the normal range by 40% although the human body can adjust to excessive heat in many ways مثل ما كانت في الخيار الأول it may not be able to do so when it is experiencing heat stroke thus the temperature keeps rising steadily thus the temperature keeps rising steadily in order to avoid sun heat it is important to observe some precautionary measures especially during the summer season as I will explain in this article هنا الآن فقط التعديل الوحيد اللي بالآخر بدي أعدله لو بدي أمشي في المقالة أكثر هي أن أقرر هل رح أستخدم sun stroke ولا heat stroke heat stroke تدل على أنه تحت الشمس أو تدل على الأماكن الحارة الأماكن المغلقة اللي فيها حرارة عالية بتسوي heat stroke sun stroke it's very specific فأنا يمكن هاي لما أرجع لها في النهاية ما أقول heat stroke يمكن أقول sun stroke بديش أقول دكتور اللي بسمح بدي أسأل steadily يعني هل هي steadily زي معنى go up تعطي نفس المعنى لا steadily مش لا مش قصة go up steadily هو أنه شيء يحدث ولا يتراجع يحدث إلى الأمام ولا يتراجع يعني بيزداد الحرارة بيزداد فلان بنقص فلان عرفت علي؟ نعم عادة بتكون steadily increasing عادة بتكون sharply declining يعني بتم على نزول وما برجع ما بتذبذب fluctuating اللي هي بتذبذب fluctuating بطلع بنزل steadily يعني بطلع على طول بارتفاع sharply يعني بنزل لتحت على طول وهيك أنا بكون خلص كل اللي عندي خليني أسمع الآن نقاشاتكم وأترك لكم الآن تحكوا لي بدكم يعني لما أصلح الأخطاء اللي عندنا هم بالtyping mistake تفضلوا أنا هي سامعكم ما عندي أي شيء تاني أحكي أتمنى تكون الطريقة بس واضحة أنه أنا لشو اللي بعمل يعني هدف اللقاءنا اليوم كلياته فقط من أجل شيء واحد هو أنه أحكي لكم ماذا أفعل أنا عادة في الترجمة هذا هي كل القصير للقضية إذا في عندكم أي سؤال أنا ممكن أدر أجاوبكم فيه ما عندي مشكلة تفضلوا بإمكانكم تستخدموا الميكروفون وياريت لو الميكروفون يكون هو الشغال تحكوا فيه القطعة الثانية الدكتور كانت مور ريلاكسد لان the first one يمكن لأنها مكتوبة حرفيا بحد كاتبها مقلفة هديكي احتمال تكون العلاقة في الترجمة أو لأنه حاطة مراجع كان يمكن أخذ من المراجع لأ لأ بري بري ريلاكسد يعني حلوة هديكي ما كان مترابطة المقدمة كان أخذ من عدة أماكن على ما يجب نفسي نعم بس لا نعم الله يبارك فيكي شو عنكم أسئلة تحكو أو تعليقات أو شي متل ما حكينا هذا كله طبعا كله تقابل للتغيير والتعديل ما في شي بيبقى على حاله نهائيا بعد قد أنا دكتور لو سمحت لي أنه يعني طريقة هاي كتير بتسهل يعني أنت حكيتها صح سريع الموضوع هذا يعني ترجمنا هلأ صورنا قطعتين بس أعطيت فكرة بشكل سريع عن أنه أنا كمترجمة ممكن هاي الطريقة كتير خليني أسرع بشغلي لما باجي بترجم بكون ممكن أني أنا كيف أنجز لأنه أحيانا الواحد بعلق وبتوقف وبيصير يفكر يراجع نفسه يفكر بتأخر بطول بالشغل فممكن زي هيك أنت عم تعطينا كيف نشتغل بوطيرة أسرع هلأ هي اللي تفضلت فيه صحيح هو هاي العمل هذا بضرب عصفرين بحجر أول شي بالترجمة بتمارس الترجمة والأهم من ذلك بصير تقرأ غصبا عنك لشيء معين وبتحصلي على معلومات العملية بطيئة هلأ لا هي هاي بتاخد وقت مو ما بتاخد وقت بس النتيجة منه عائلك بصير بشتغل بسرعة يتفايرز يعني خلص بصير عالس سريع متل ما تفضلت ينصير واحد كتير سريع بالشغل تعليق تاني دكتور كمان على أخت نهاد انه يعني لما تسويها بهاي الطريقة بتحطها كلها قدامك ويبدأت تسليكتين ايش بدك تستخدم ايش بدك تستخدم بالضبط على فكرة بس دي حكي لكم شغلي كمان ضروري هلأ بدي أرجع لسؤال نهاد عدقت سألتوا من نسبة لموضوع الترجمة الحرفية وانه ليش بنحط ترجمة الحرفية بالأول فيك تقولي على ما اعتقد رح يصير معاكي انه يمكن خمسين بالمية من الحالات اذا ما كان اكتر حوالي سبعين بالمية بعد ما تعملي هذا التبرير كلاته رح تكتشفي انه الترجمة الحرفية تبعتك ممتازة وما في داعي تعملي ايشي وما في تعملي غير تغيرات خفيفة بصير تب دكتور هي غلط الترجمة الحرفية؟ مو غلط لا نهائيا ترجمة الحرفية ليست غلط لان بلاقيها بليغة انا الترجمة الحرفية اذا مضبوطة اذا مضبوطة اذا سيطر عليها الواحد فينا لما يترجم ترجمة الحرفية اصلا هي الترجمة الاصلية هي الحرفية الترجمة الاساسية هي الحرفية لكن واذا بليغة بليغة وفيش مشاكل هي الترجمة الوحيدة بتصير اكزاكتلي الترجمة الحرفية الترجمة الحرفية اذا كانت بليغة فهي الوحيدة الصح حسب ما يقول بيتر نيو مارك هذا هو الحكاق لا أكيد مئة بالمئة يسلم بيتر نيو مارك أكيد يعني هذا هو ما في شي اسمه غلط وصح إلا هو أنه حسب البلاغة يعني أنا قلت لكم أنا نص عملته من العربي للإنجليزي لأحد العملائلي وكان كلهم من ترجمة آلية فاكتشفت أنه هذا التقارير العطانية هو تقارير نموذج مشترك بين كل أمة محمد فالكل يشتغل فيه فلذلك الكل يمترجموا وجدت الترجمة ممتازة ما عليها أي غبار فاللي عملته في هذه اللحظة فقط استأدنت منه أنه الترجمة رح تكون عن طريق الآلة بتحب أهلا وسهلا ما بتحب أنا بترجم لحالي قليلا ما دام أنه أرخص توكل على الله ما طبعا ماني توكس ماني توكس دكتور أنا كن صادق قلت له بهالحالة هاي رح أخذ منك مبلغ زهيد جدا يعني يعني بدل هالعشرة دولارات تاخد دولارين مثلا بدل العشرة يعني ما أخذ منه كتير نهائيا عطيته تقريبا 95% خصم تقريبا لأنه ما رح أشتغل شي أنا عملت كل شي لكن اللي بفرق يعطروا بتعرفي إيش أنه الجماليات هلا ممكن واحد يكون تتذكروا informal informal short long هذا اللي بيعمل شوية جماليات ممكن يساعد وبنا ننتبه لشغله هلا إذا كان النص بالأصل يفتقر إلى الـ هم مضطرين نضيف أشياء ما هي شو ترجمة الحرفية الترجمة الحرفية هي إذا كان النص بالعربي يفتقر إلى الـ منحط له الـ يفتقر إلى الـ من رعي الـ يفتقر القوة بالعربي منحط له قوة بالإنجليزي لدينا أدوات في الإنجليزية هائلة لكن إذا كان النص العربي ممتاز وترجمناه بطريقة صحيحة لا بخير لا بخير ترجمة حرفية ترجمة حرفية شبهان هناك أحيانا فيه سوء فهم لترجمة الحرفية في منهم يعتقدون الترجمة حقيقة word for word أو أن ترجمة الحرفية أنه كما يسمع يكتب كما يقرأ يكتب الترجمة الحرفية من الإنجليزي للعربي مصيبة بأكيد كارثة صحيح لأن العربي قوي للعربي اللغة العربية قوي لأنه الترجمة للإنجليزي العربية اللي بترجم حرفي هذا ترجمة الكسلانين يعني هلا هاي هاي شو بترجمها بسرعة مش فاضي بدي لحق بدي لحق عم بعمر عمارة لأنه فبيقول لك ضربة الشمس هي تكون عرض لقضية قضية صحة خطيرة تنتج عن عن التعرض المباشر والطويل إلى الشمس أو من أداء عمل جسدي في جو حار كذا نقطة يتم القول بأن الشخص يتم ضربه بالشمس لأنه كذا خلاص انت مشيت حال يعني على السريع ضربه بالشمس نعم بتحبوا تحكوا أي شيء بقينا ثلاث دقايق نغلق القاعة فاذا بتحبوا تسألوا أي شيء أو تحكوا فينا ساكتين مش مشكلة مش حابين تحكوا عادي البلاغة هي قضية البلاغة في اللغة العربية يعني منفتقدها مش نفس الحال في اللغة الإنجليزية عشان هيك الخطأ بتدارك بالإنجليزي هذا الموضوع ممكن تداركه باللغة الإنجليزية باللغة العربية لا بيكون شبه مفضوح يعني واضح أحسنتي كنت أنا بدي أحكي كلمة مفضوح انت حكيتي شبه مفضوح فبس حكيتي شبه هو لا بو الشبه بيكون مفضوح مية بالمية بتكون كارثة كبيرة جدا لذلك أيضا هاي نقطة مهمة هناك لسوء الحظ الآن تجرؤوا على الترجمة سراحة يعني الله يسامحهم كلهم إخواننا لكن يحزننا أنه يقول أنا مترجم لأنني أترجم فقط من الإنجليزي للعربي نقول له يا أخي الكريم قولك أنك تترجم فقط من الإنجليزي للعربي هذا اللي تخفي أنه عندك ضعف بالترجمة أصلا لا تعرف أن تترجم العربي للإنجليزي فعندك ضعف صراحة يعني فعندما تترجم فقط من الإنجليزي للعربي هذا مشكوك في الأمر دعنا نرى الترجمة لديك إذا كان فيها شغلات بشاكل بلاغية فمعناها أنت تحاول أن تخدع الناس يعني لأنك ذكت في الإنجليزي ستفضح يعني مية بالمية وهناك أشخاص متخصصون طبعا هناك أشخاص فعلا متخصصون بترجمة حق المعين بإنجليزي العربي هذا بحق المعين لا يستطيع أن يتجاوزه لكن أما أن يأتي شخص يقول أنا لا أترجم إلا من الإنجليزي العربي لأنه هذا هو تخصصي وأنه هذا هيك الصح محلقة الامتحان في اللغة الإنجليزية الأساسي المفروض الله أعلم طبعا أنه هي هذه المحاولات محاولات نتبعها دائما يعني أنت عم تتكلم الدكتورة عن حق المعين مثلا أنا في المجال الأدبي بتوقع أنه أنا عندي مدى أني أغير وأحور مثلا أما في المجال ممكن القانوني أو الطبي ما فيش مجال أني أنا أتحرك كثير أنا ملزمة بأمور معينة حتى في المجال القانوني تستطيعين التحرك إذا كنت تعرف القانون المهم بالقانون أن تعرف الأثر القانوني فتحافظ عليه في الترجمة هذا ما يهمنا هناك طريقة للتحرك بل يجب التحرك فيها يجب لأنه الذي يحدث من خلال خبرتي في ترجمة القانون أنهم يضعون يكتبونها باللغة الإنجليزية العقود من اللغة البريطانية والأمريكية يكتبونها بطريقة يعني شبه تستحيل ترجمتها يضعوها بطريقة لا يمكن إذا ترجمت إلا أن تحدث فيها أخطاء فلابد من التحرر والتصرف من أجل إبلاغ الأثر القانوني من أجل أن يقع الأثر القانوني هذه يعني إشكالية كبيرة جدا تحتاج إلى نقاشات وأنا أفضل دائما أن يكون هناك نقاش مستمر بين المترجمين حول المشاكل التي يتعرضون عليها لكي نتمكن من التعلّن فيما بيننا أنا عرفتي عليه كيف للأبدات التحديث دائما طيب شكرا لكم الآن نحنا انتهينا لهذه الحلقة أنا سعدت بلقائكم جميعاً أتمنى لكم الفائدة دائماً تابعونا دائماً على مدونة المترجم حمد أبو ريشي على يوتيوب وأهلا وسهلاً فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك السلام عليك شكراً لك تكتور شكراً لك